أبو العباس، شباك؟ ترجال يا رجل هذا الطير إلك؟ أنا كنت عم صيدهم وشكلوا الطير وقع عندك أنا حمزة الجابر يا أبو العباس أنا عزيزة عاشت لسامي موسيقى اللي بيعشق يا خالتي بيرتميها الرمية لا من تمه ولا من كمه ظاهر أول مرة بيحب لك يا بعض حملة لهوة والغرام اللي بيعمل هيك عمايل مترفي حمزة مترجاة؟ اترجاك لبقى تذكر حالك انتقام شغيلتك ومرابعينك وخليك كبير متل ما تعودنا عليك وليك انا سبق وعدتك بس هالمرة راح ارجع وعدك من اول مجديد اذا كانت مشكلتك هي قلبك انا راح نولك اللي بتحب وانا محسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فورو ديني شوه بسي فورو ديني شوه فورو's تركنا وشكل هح eventual لحي يا قابصة، بوحي خدا نعي موسيقى قمنا حكوة حضرتك أخوة يعني في كثول متل أخوة طيب أنا تركتر لي بعض الأدوية بتمنى تعطويها بنت الزوم إن شاء الله شرف نحكي بره فضل 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 حالته ما بتطمن أبداً شو هالحكي حكين؟ مثل ما أعمل لك أيوة أنا محسين أخوه الروح بالروح وأعز إن شاء الله لحمزة شو نساوي هالحكين؟ تعطوا الأدوية اللي وصفتلوا إياها بمواعيدة المحددة واليوم أنا رح أعمل له زيارة بحال ما تحسان ماضطرين نقللوا على المشفى يا ساتير الله ستر مراح فيي لأن عادة انخفاض الضغط بشكل مفاجئ ممكن يؤدي للوفاة يا باطل مثل ما وصيتك أخي محسين ديروا بالكم وكترولوا اللبن والتوم مشي حكين مشي يلا بالإذن شرف حكين مع وضن نعيم صبوحي أمور عمي محسين تاخذ الحكين بتوصله بسرعة يلا شرف حكين بتروح بتجيب لي طاجونة لبان وتنحني لعند أبو العباس يلا أمرك بس ما قلت اللي عمي محسين شو صاير مع أبو العباس؟ هلا وقت أسئلتاك؟ هلا وقتها الأسئلة؟ تحرك أمرك تحرك أمور وليه على قلبي عليه يبعت لي حمة علي انسلع بدني سلق لك شلون بروح أنا و بتركو بيها الحالة؟ يا خالتي، يا خالتي، هذا اللي صار وك لي الله بعدين لا بقت تقي على حالك، ببوس أيديك شلون ما قد يع على حالي، آه؟ شلون ما قد يع على حالي، وإنت قايل بعضمة لسانك إنه لا من تمه ولامن كمه؟ إيه والله ولله أزvelandو شي كأينا لا سمح الله ما رح سامح نفسي أبداً إن شاللا ما بصى لو شي يا خالتي إن شاللا ما بصى لو شي إلي وين هو هل سلي يواب غرفته يلا يا حمزة يا خالتي كبيره وينفت منه الحمد اللي يبقى تجايف معلك مامي يا حفظي تمرني يرضى عليك الله يوماك رضى عليك شو اللي عملي جعك يا مامي ريت الوجه على البيئة أنا قل لي ليش الولد معام يحكي ليش هيك قل لي قبرني شو صاير معه قبل ما قفت صوابي برضايا عليك ترجاك يا خالتي تهدي وتتركني أبو العباس بحاجة راحة يا لالي يا لطولي يبعد لي أمانا يبعد لي أمانا يا خالتي إنالك إنه الشغلة كبيرة ينفد منها خلاص روقي يهدي شوي امشي لا حتى أحكي لك امشي ماشي تبورني يا خالتي ووه الهيئة يا خالتي يا أبو العباس عشقان شو أم تحكي انت لك ابني؟ هيك الهيئة الزلمة حابب شو يعني عشقان؟ خالتي شبك شو شو يعني عشقان يعني الزلمة حابب وحدة واللي بيعشق يا خالتي بيرتميها الرمية لا من تمه ولا من كمه ظاهر اول مرة بيحب مشان هيك ايوة معلومك ابو العباس من ظغره هو بيقوم من طابوسة وبيعب طابوسة قض حياته تعب بتعب واول مرة بيحب ايه ايشو اي يا خالتي الهيقه لا محله شي صبية وحاببة كتير شاغلت له مخه طيب يقول يحكي بروح بخطب له ايها انا براسي هو هون المشكلة يا خالتي وين المشكلة قللي لا تفور لي قلبي اكتر ما هو فاير حمزة خجول وما له بهالقصص طيب منيح يحكي لرفقاته يحكي لخلانه لمعارفه احسن ما يرمي حاله هالرمية هلا هادا اللي صار يا خالتي شو منا نساوي يعني طيب ومين هالصبية اللي سالبي عقله وقالبته فؤاني تحتاني لا روح هلا هلا اخطب له اياها خلينا نستنى اللي ترجع له عافيته وبعدها منحكي هيك قلتك لخالتي معلوم يا خالتي لكان معقولي هلا نحكي بأمر الصبية ولساته الزلمة مرضا يعني يعني هاي هي كل قصته هاي هي لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا